في موضع آخر حذر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تعاظم تحديات الأمنية جراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء الرئيس تبون خلال كلمة نلقها نيابة عنه الوزير الأول الجزائري أيمان بن عبد الرحمن خلال أشغالي المتمر الدولي حول التنمية والهجرة في روما أكد أن الظاهرة باتت تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات والأمن الداخلي للدول بالإضافة إلى التحديات ذات الصلة بتكفل بملايين النازحين واللاجئين وكد التحكم في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين فقد أصبحت الهجرة تطرح تحديات أمنية خطيرة بفعل ما يصاحبها من تنام للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة مما يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والأمن الداخلي للدول